مرحبا معكم سامي كورجيب مع السر في الميكر و اهلا سهلا فيكم بحلقة جديدة من تعليم ادوب براميار واليوم الحلقة هتكون عن الكلورينج الكلورينج مجزء لاصمان في color correction وفي color grading هلا color correction مش بس محكم انه على color correction هو الصورة كلها حتى الbrightness طبعا هو بنقعد من color يعني لانه هو color level ففي كتير اموة في ناس مش عار حتى مزبوط وانا مش انه عم بتكبر لحتى جاي اشرح لكم مزبوط راح انا فاهمكم الموضوع كله على color correction لانه في ناس ما ما بيانتها مزبوط وانا كنت عم تابع كزا حدا فحتى من وقت ما انا كنت عم بتعلم من من تلريمان اربعة عشر سنة وهيك كانت امر شوية صعبة علي انه انا لاقي فيديو هاك عم بشرح لي فانا بدأ اشرح لكم بكل تفصيل وحتى تفهم الموضوع لانه ضروري تفهم ال color correction وضروري تفهم ال color grading الاساس تابعه لحتى ده اقدروا بعدين تعملوا coloring صح فا خليني ما اطول عليكم خليني اشرح انا وعم بشتغل اه شو هو ال coloring خلينا نلغوص بالاداة premiere انا حضرت دلكن فولدر فيه شي بنانا نشتغله سوا اه حامل drag and drop ال new sequence وهذا الشي هلا انا دلكن ال color correction ما ضروري يكون الكلفن اصلا غلط ولا يكون مسلا انه كل الصورة سفرة كل الصورة زرقة فيها وقت بالسن ست فيها وقت بالسن ست انه عنا اصلا اضاءة الجو كسونسيت يعني هو الاتموسفير طبعه الكلفن عالي تقريبا سبعة ثلاث كالفن او شي ما تبع توصل له لهذا الكالفن وبنفس الوعدة اذا كان عندك اضاءة شارع اللي هي لون الصفرة ما فيك تعالي كالفن لانه بصير اصفر اكتر هلا هون بدك انت بالتصوير بدك تحد بياناتهم بالنص يعني فا تاخد هوني بعدها بصيفي كالكوريك شان انت محكوم بهالناحية الا اذا انت عندك ست كبير وعندك اضاءة وتقدر اضبط اضاءتك هوني ساعتها صار في بوست صار في بوست بروداكشن او سوري صار في بري بروداكشن او في عندك سات في عندك اضاءة في عندك شغل بروداكشن اساسا فغير انو انت نكون عم تصور اشي لالك او شي وهيك او انت مسلا عم تصور فيديو كليب ما عندك اضاءة شو ما كانت اي ساتيواشن فحتى ما اطول كتير بالحاكي كمانا في عندي هوني انا محضر كن هالشغلة وفي عندي او لقطة تانية خليني بلش ببهوني هون خلينا حطهم وراء بعض بس كرميل انا بحب امشي سيكنس خلينا مثلا اشترا على هيدا اللقطة خلينا انا مثلا اعمل هلأ نظرة عامة عن الموضوع شو نقصها الصورة شو شو مالة الصورة من شو بتاعين الصورة خلينا نشخصها نعمل دكتور الصورة ما مالة ما بيها شيء هلأ حتى اعمل مضبوط كمان انا بدي اروح هالسكشن تبع الكالر هوني بالوركس بيس في شيء اسمه كالر فانا هروح لهون لانه في شيء بدي دلكون عليه كيف تشتغلو كالر انا عندي شاشتين فا ارجع احط هيدا هون و هيدا هون حدا انا مغيري شوية بالموضوع اوكي اه في عندي هون الصورة لازم حطها فت عند الصورة هوني انا كيف بقراها الصورة في نشوفها بالنظر وفي نشوفها عن طريق هول الموضوع هوني في وايفورم في الفاكتورسكوب وفي الارجيبي وايفورم في عندي هون أه فيني شي اللي بدي يا مسلا الوافورم طبع الارجي بي يلي هو هذا البرايد بقوله لو أسونا سوري آه هذا البرايد البرايد كتير مهم يكون موجود فيني شي اللي أنا نعب شي اللي بدي يا عمال لكم شو تحطه سوري ما قلت لكم انه شي عم بعمل بس فيني شي اللي مثلا اللي هو هيدا فيني اذا مني عايزه ضروري بس مهم يكون كلهم موجودين لأنه كل واحد الو شغلة ولازم يكون حتى يبساعدكم بالكالورينج. على الكلور كوركشن اول شي بديشوف هل هي زرقة صفرة. منا زرقة ولا صفرة. كتير نورمال الصورة. الاكسبوجر طبعه في دايناميك رينج عالي يعني ليكو ما في شي اوفر اكسبوز. اوفر اكسبوز يعني في فوق في شي كتير ابيض. كيف فعرف الموضوع بتطلع هون بالباريد هيدا. اه عند الازرق اللي هون مقصمين ار جي بي هي الصورة متكونة من الاحمر اخضر ازرق. فهون بشوف اذا في شي كتير برايت او من اي واحد منهم. بس انا بشطل اكتر شي على هيدا. لانه بعدان بتشوفوا لالشغل هيدا اهم من البقاية. ما انا كلهم مهمين بس انا بركز على هيدا. بلاقي هون اللي فوق كل شي اه برايتنس يعني كل شي هايلايتس عفوا. اه كل شي اه متجه لالون الابيض او او الضو الفاتح يعني. بالنص يلي هو الميت تونز يلي هنه اجمالا اللي بالنص يعني بين العتمة وبين الضو متل هوا الاشياء ميت تونز والهول تحت 30 فينا نقول او تحت 25 هون بيبلش الاشياء يعني فينا نقول الشادوز يعني فينا نقول. هايلايتس شادوز او بلاك بوينت يعني في العتمة يعني. متل هون مسلا بنعد اه من تحت مش هايلايتس شادوز. فهيك انا عمشوف الصورة. ما في شي اكتر منها. خلينا مسلا تحت البيزيك كوركشن. من بعد ما انو انا اكون اه هعمل لسيلكت. اه هون الهايلايتس متسما تدركوا. خلينا نحن نعمل اكسبوز لفو او الهايلايتس او خلينا نحن الوايتس. يلي هني الوايت. اه فبلاحظة اذا كانت الصورة مسلا الاد فاتحة. ما في شي مبيهة مسلا اليوم راحة اذا لاحظته. لان الصورة هون اه كيف اختلفت. اذا بتلاحظوا. هعمل قبل وبعد. وبتلاحظوا انو في بيكسلز اه راحوا من البرائتنس. فاذا كانوا هايك بالدرجة عادي لورا اكيد ما بيرجع كل شي ازا الا ازا كنت مسوّر راحة. احفاهمكم بعدها شو تصوير الراحة. خلينا نحن نكون نحن مستعملين اي كاميرا. طالع عندنا الفرمات ام او 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 جي باج جي باج. او عفواً. يعني انا شو ما كان الفيديو. واذا ما كان الفيديو بعدها نحكي كيف نحنا نشطل على اساس الفيديو راحة. وشو هو راحة? الراحة اذا كان في شي تصوير السينيماتيك في هناك كاميرات خاصة بتصورها لأنه بهم يكون الموضوع يكون في ديناميك رينجو أكثر كيف نعمل لأن الروب بتخزين كثير بيكسل هنشرح الموضوع عنا لاحقا ما هنضيع وقت فيها بس بهمنا نحن نعرف الكوريكشن هلا أهم شيء عندي البرائد هون ممتاز بس بالكوريكشن خلينا نحن نعطي نفس للهيلايت ونفس للشدوز يعني بما أنه عندي أنا هون ما في شيء بيكسلز مأكولين هذا شيء كثير تمام بس خلينا أنا وطي الهيلايت تقريباً لثمانين خلينا نكون سيف سايد كيف دي وطي فيني وطي عن طريق الوايت تمام وفيني وطي عن طريق الهايلايت هلأ شو الفارق بيناتهم؟ الفارق إنه باللوماتري كالر هلأ أنا نطط له هون لازم أشرح لكم من فوق بس خلينا أنا أشرح لكم عن الهايلايت الهايلايت يلي هو إش يلي الواضحة غير الوايت الوايت يلي هني هولي الوايت الهايلايت يلي الألوان الفاتحة مش البيضة فهمت الفارق بين الهايلايت وش الوايت الوايت أزود تايتون بضيوطة كل شي إله علاقة بالأبيض لأنه كلهم أصلا فاتحين البيكسلز بس الهايلايت يلي هني البيكسلز الفاتحين بس مش البيض كتير فبتلاحظوا إنه لا يكون أبيض بعضهم موجود بس عم بلاحظ الغيوم عم تغمع لونة هذا هو الفرق بينتون فأنا نطط له هون خليني أشرح من فوق لتحت عن الـ الـ بعد ما أرى الصورة أنه هون أهم شي عند الـ ما في شي فوق يعني بيقولوله يعني إذا في شي مثلا هاك بتلاقي خطون ضارب متل مع تلكون متل هون معناتها الصورة مانا صالحة أو فينا قد ما فينا نجتع عليها نطلعها مظبوطة إن كيس هنشوفوا فيديوهات بركي بنشتغلها على أشي منزوعة ونشتغلها بس ألا بدي أعلمكم الـ عند الصورة معتدلة ما في شي رايح من تحت من فوق ولا من تحت الألوان كلهم على سواد بعضهم هقلكم شو كل واحدة بيناتهم لا يمكن الوقت يطولي شوية على الـ بس أنه عم بشرح لكم بالتفصيل وضروري تعرفوا ما تقفوا شي فإذا كان عندي غلط بالألوان مثلا RGB في عندي شي اسمه temperature هلأ هون بالسلايدر هيدا بتلاقي هون شي لونه أزرق وهون لونه أورانج يلي هو هذا cool color والworm color هذا هذا من عدد كالفين أنا لما عم بروح على جهة الأصفر معناتها عم بطي كالفين يعني عم بوصل مش عم بطي إنه عم فيه كالفين يلي هو مثلا أضع ضو الشامعة والكالفين طبع تقريبا شي 3200 فأنا بالكالفين طبع الكاميرا بطي تقريبا لـ 3200 ممكن 1900 فأنا بروح على يعني بخلي الصورة تناسب اللون طبعا الضو بشي عم صورة لأنه الشمع ضو أصفر السونسد ما في شمس يعني الشمس ما في ضو أصفر في يعني الضو الناترال اللي هو الانعكاس الشمس عن طريق الأمر أمور معاقدي فس خلينا نشوف نحنا كيف الضو أو هون بها الصورة double click إذا كنت أنا هون مثلا double click بعمل reset تجي بتصفر يعني فبلاقيها كتير صورة منة لا صفرة ولا زرق والدليل إنه أنا عندي highlight كلهم تمام black points shadows يعني عندي هون كلهم على صوت بعضهم إذا كان مثلا زرق حلاقي هون الأزرق أكثر من الأخضر والأصفر أي أخضر والأحمر عفوا الأزرق أكثر من الأخضر والأحمر إذا كان بالعاكس كمان بلاقي ما هذا الأخضر؟ ما قيمته بالموضوع هون؟ القيمته هو فيه شيء اسمه يلي هو white balance shift إذا بتلاحظوا هون على الأخضر وإذا عادي الجهة هون الأخضر وهون الجهة على الماجنتا فإذا بيأخذوا على الماجنتا بتلاقي طلع لفوق عفوا نزلة تحت وعلى الأزرق والأحمر وتلاحظوا هون white balance shift عطلة لون الماجنتا وإذا بالعاكس فمشوف كيف يصير هون هذه إلا إلا استعملات هنستعملها بالpart التاني الفيديو هتشوفوا الفرق هلأ هون ما لدينا شيء الwhite balance كتير كله ماشي تماماً يعني highlights shadows white black يعني بتلاحظوا نزل كل شيء وطلع كل شيء هذا الاكسبوجر الاكسبوجر ما منستعمله غير بأوقات قليلة قليلة جداً إذا كنا نحنا بالكاميرا كان في عن طريق الخطأ بالsettings فما ضرور يلعب بهذا السلايدر لأنه كله perfect ال contrast يلي هو بقوة كل شيء بقوة shadows وبقوة brightness يعني المدتونز يلي هنه هون اذا بقوة shadows كل شيء هاك يعني كل شيء فوق النص بروح على جهة وكل شيء بالنص من تحت بروح على جهة فحا أول contrast هتلاحظوا كيف شفتوا البيكسل تتمت وتروح لجهة الطرف يعني كل فوق شيء 51% بروح لجهة المية بالمية وكل شيء من خمسين ومنزول بروح لجهة السفر يعني الشادوز يعني المقسمين 2 اللي فوق 50% بروحوا للهيلايت والأقرب للشادوز بروح للشادوز هذا هو شو منلاحظ بالصورة منلاحظ أنه كل شيء وهنا حيث هنلاقع هون ضوط أكتر وهن عتمت أكتر هعملو عالة شفتوا كيف فرق فاذا بلايك قبل وبعد بتلاحظوا طيب الشرحناها قبل كل شيء خاصوا بالمشاك يعني كل شيء فاتح لونه معدل أبيض الابيض لانه ابيض فكل ما موطي بلاحظ انه مطرح ما فيه ابيض بيور ابيض هون مثلا هون هون ما عم يتقزى ما بحركوا بحرك كل شي فاتح واكيد لما راجع الوراء بكون انا عم بخفف من البرائدنس تابعه ولما بدي عالي بعالي من البرائدنس تابعه الشادوز نفس الشي بعكس الهايلايتز كل شي بس ما خصوا بالدارك يعني مثلا بعالي بلاقي مثلا الشادوز الموجود هون يلي هنى الغامقين شوية البيكسل تطعونون بس منون اسود ما في شي ما في شي لونه اسود واذا بوطي كمانا بكون انا عم بغامه اكتر الوايت شرحناها قبل مثلا تلاحظوا على الابيض هون بوطي بصير الرماده بصير ابيض اكتر يعني كل شي بعدانا اذا ما بلاقيه الابيض انه بخاص كل شي ابيض كل شي قريب الابيض عم بحول الابيض صار اذا بعاليه كتير عن الافر يعني نفس الشي بالبلاك بس عني بعكس الوايت بوطي بلاقي انه مثلا نتلكون الصورة ما فيها كتير هون يا بلاك اصلا الا هون فبلاقي انه البلاك عم يتاكل هون واذا بعالي بلاقي بس عم يتحكم شي بسيط نعم اوكي عنا الساتشوريشن ساتشوريشن اكيد كمية الالوان الموجودة بالصورة قداش كل واحدة اه مشبعة بالالوان يعني مسلا بعالي بلاقي مسلا الاخضر صار اخضر زيادة وبعالي اكتر بعالي اكتر بعكس صحية ازا بوطي والعكس عفوا مش صحية العكس ازا بوطي بروح من قيمة اللون بريح بروح من اللون اوكي هادي كل شي بخصه هنو شرحت كل شي هلا بخص البيزيك كوركشن كيف اه بكا اون كليك بنزل كل شي تحت منه هلا نحنا شرحنا البيزيك كوركشن بعدنا ما شرحنا الواماتر كالر شو هو الموضوع بس البيزيك كوركشن هو كل شي كالر كوركشن البيزيك بعدنا فيه الكرييتف في كورف في كالر ويل هولي كمان من العلال الكيرف فينا نقول هولي كالر كوركشن بتضمن من تحت الكالر كوركشن هلا انا شرحت شوية موضوع هلا انا كيف اتشغل بلش شغل كالر كوركشن حقيم الصورة مظبوط انا برجع بالبريد هوني مظبوط انا مقلت لكم ما بدي شوف هيدا قريب للهندرد بيرسنت او الهندرد بيرسنت او الهندرد وخمسة وخمسين يعني ما بدي لقيه هون على السقف بدي بدي وطي دايما خلينا ناخد ثمانين اه بين ثمانين والتسعين كيف هنا يخفف خفف بالهايلايت شفتوا بدينا بدلوا عينا على البريد وبخفف شوي ويت للتسعين وعلي شوي هايلايت مسلا فيني وطي شوي اوكي وشادوز تمام بيرسكت صار عندي هلا الصورة بعدني بالسليم فيني اعمل زيت كونترست لدرجة انو شوي مش كتير اه وساتوريشن خلينا نزيد ساتوريشن تمام صار عندي ما فرقت كتير هلا يمكن بلاحظ انو صارت شوي اه هون صفرة هون زرقة ما في شي لانا لعبد بالساتوريشن لانو هون اصلا الجو اللوانه اصفر يعني اذا بدي وطي شوي حتى انا راعي شعور هايدي هون بصير ازرق فازا بوطي هيك كمانا طيب على color correction احنا لازم نصح على الالوان بطبيعته بشوف before and after هيك عم نبلش color correction متل ما عم نشوفها عين بالعين الطبيعة بالطبيعية عين الطبيعية بالكرياتيف تاب هون بالcolor كوريكشن هون خلصنا احنا basic correction متسكرة مدين جلالكرياتيف في عنا اللاطس يلي هون موجودين باللوماتري color فيني شوف اللوماتري شو مقدام لي فيلم لك يعني مسلا بيعجبني شي بك بس click او click بس انا بدي اجي اذا كنتم صورين روح بعدين حنشرحهم مية بالمية بس هنشرح كل شي ماني ولا حتى تفهم انت مضبوط فايدة فيلم الفايدة هو بيعطيني مثل الشغل اللي بلاك هون مثلا اذا بعلي اللي بلاك بتلاحظوا انه كيف يعطيني اللون الاسود اللي موجود بالشادو بحول لي يا للون الرمادة نفس الشي اه فايدة فيلم هاك بيعمل بس كمان بالوايد اذا بتلاحظوا هم يعطيني اللون غري يعني اللون الرمادة هادا الفايدة فيلم يعني اكتر شي راترو فيلم يلي هو بس ان كاميرات قديمة بتحس انه الهايلايتس اللون الرمادة مش هك وشادوز كمان هاك وفينا نعطيه اللون الاصفر تنت هولي كلهم هاشرحهم بعدين كيف تعمل هالفيلم لو كذا فايدة فيلم انا ما بحاجة له شاربن هو الكريس بتاعي الصورة الوضوح كمية الوضوح اذا بعلي مثلا صار انه فيها شارب القصة فيها اذا بدي كبر الصورة بلاقيها كتير صارت شارب يعني غلط هلا انا كيف كبرت الصورة فيني انا علم على هايدي اللون الازرع وبهادا الكابسي اللي مبينة على الشاشة عنكن بتشوفوا شو هي اللي بتكبر هيك وبتزغر وبتمشي بكل التابز تمام اه شاربن يلا هو شو الفرق بين والساتوريشن اذا بتلاحظوا انا بتعلي شو اللي بتغير اللي بتغير شي انه هو بيشتغل على الوان الكومبليمنتر يلا هو الورانج على الاصفر والازرع اه ليه هون اختروا عشان هون الوان هايك فبيشتغل على اساس هون هذا يعني في حدا يعني في حدا شرحها او ما حدا شرحها ما بعرف انا عم عم بقلكم شو الفايبرانز اذا بتلاحظوا بالصورة كل شي لون ازرع وكل شي لون هايك قريب للورانج والاصفر اه بزيد ساتوريشن اما بالعكس ما البقية ما ما بزيدين يعني الاخضر فيه اصفر عفكرة اذا بتلاحظوا انه يمكن الاخضر عم بزيد اما الاخضر هوم فيه لون الاصفر فيه لون الورانج كمان اذا بوطي تلاحظوا انه فيه الوان بعضها بالصورة مش راحت مية بالمية الساتوريشن اذا بوطي بتروح كلو مية بالمية وبكبر بروح بروح كل شي لساتوريشن هون الشادو تنت والهايلايت تنت هون مسلا الشادوز في عندي شادو هون مسلا اه لونه يعني نيوترال لون الشادو بيجي لون الجري او اسود فينه يغير لونه للاخضر مسلا فينه لونه للماجنتا فينه هلا كلو عم تحس الصورة كلها تغيرت لانه بيعتبرها هون مسلا شادو انا بزيد من قيمتهم كتير فهولي ما حيلزموني ولا لابعدين بالكوريكشن هيفيدوني فانا بفضل انه هادا السكشن كلو كرياتيف ما اتطلع فيه بحطيكم اياها من الاخر ما تتطلع فيه انكنتو بيجينرز او اماترز او بروفاشنالز لانو بروفاشنالز ما بيستعملوا اللط نهائيا بنجي للكورفز الكورفز عندي هدا الخط المشهور ويلي هو اهم شي بالكوريكشن وانا من عندي بلكن اه حقاتي سكشن بس لقلو تقريبا احكي كتير عنو لانو لاهميتو فا ما بعض عم بطول عليكم بس لانو عم بشرح لكم اياه بالتفصيل اه لهذا الكورف مقسم هايلايتز هون كل شي من فوق هايلايتز بالنوس متون وتحت شادوز تمام؟ هعتبر الخط مثلا هيك كل شي اذا بعليه له هاي الجهة بكون عم بكتر من قيمته يعني مثلا الهايلايتز اذا بعليه بكبر الهايلايتز واذا بوطي من هون بكون عم بوطي الهايلايتز مثلا بدي شيل النقطة اللي انا حطيتها مثلا بكبس كونترول وكليك بشيلها مثلا بالشادوز اذا بدي اوطي الهايلايتز بيكبس هون وبوطي كون انا عم بوطي من قيمة الشادوز بصير بغمقهم اكتر واذا بتعلي باعلي هون هلا بتلاحظوا انه كل ما عم باعلي عم باعلي كمان عم يعليها من فوق فيني مثلا حط نقطة هون ونقطة هون بصير خلاص بحصر الكيرف بهذا الهون هلا هاي اللي اشرح شوية عن الموضوع هلا بدل ما انا حط نقطة مثلا حط نقطة هون وحرك بهالي اتنيناتهم مثلا اه فيني مسلا بهالي النقطة الموجودة هون وطي واذا بتلاحظوا هون مسلا بينزل الهايلايتز لتحت وفيني كبر على الهايلايتز ونفس الشي بالشادوز فيني وطي وفينا عالي هلأ هون طريقة الشغل فيه كيف رح احكي بحلقة تانية بعد الحلقة لأهميته لازم تحضروه ولازم تحضروه هلأ هون هحكي عنه لاحقا له هيدا الموضوع اه في عندي هول السلايدرز شو كل الوحدة في عندي اه وفي عندي اه وفي عندي بس هش راح لكم كل شي واللي بهمنا ما احضر اياكم بموضوع شو هلأ هول اصاص مش لانه انه مسلا اه لقلة اهميتهم بس لانه لشغلهم هولي بيستفيد فيهم اكتر طيب عندي انا مسلا السلايدر هلأ الهيو هو هذا اللي هيو هو اللون يعني اذا بتلاحظه هيو اللي هيو عظيم في هذا الخط السلايدر شو مسلا ازا انا بحط اه دايما اه لازم بكل سلايدر بدي حط نقطة نقطة لحتى حرك يعني بدي احصر الاخضر انا عم بعمل ازا لانه ازا بتعلي الاخضر بيك بس وبعلي ما استفيد شي لانه عالات كل شي الوان فبعمل ازا بدي احصر بالاخضر بدي احصر اللون الاخضر بحصر بحصر بين هون وهون بصير بك بغير بهذا اللون على اذا بتلاحظه حتقولي لي بصورة ما فيه تغيير للشجر لانه اصلا الشجر هلأ هوني ما فيه هالكمية كتير اخضره فيه لانه بتلكن قبل على وفوق فيه الاصفر وفيه الورنج ففيه نعمل دابل كليك بسفر كل شي لانه اللون الاخضر هادا الموجود اللي عم تشوفوه فيه اخضر وفيه اصفر وورنج فبشتغل من هون فازا بدي علي الساتوريشن دابعه هلأ بيعله وهلأ بيوته وازا بروح لها الجهة كمان بتلاحظه الفرق تمام اه خليني يكون مسلا اداء بهذا اللي هون يلي هو انا فين زيحة من السلايدر هيك اه لونه قريب لهون فيني من هون عدلة ووطة وفيني ازا كنت قليل خاصية في عدلة بيشوف مسلا هادا اللون وان بيعطيني تلاتي تلاتي دوتس النص يلي هي هون ففيني وطي فيني عالي فيني خلي هادا البيت لونه ابيض والباقي اللي بيوت كمان للسفرة اوكي هلأ شو الفرق بين هيدا وهيدا هلأ الهيو دائما اكيد الهيو الخط هو الهيو التاني الشيء البعض الهيو كمان هو هيو بس شو الفرق مثلا خلينا نشيل على هيدا طيب لون الأصفر عطينا هادا الدوت لهون هلا الهيو بخليني اغير اللونه لهيدا يعني ازا بيكبس متل هون احنا عم بس عملنا خلينا نرجع للقبل ازا كبست على الكولور بيك ازا بدلني كيبس بلاحظ هادا السلايدر اللي طلع لبطول فيه لون الارونج يلي انا اخترته بيعطيني كتير وان دي ساتوريتد وان دي ساتوريتد واذا بروح مثلا يمين شمال لك كيف يتغير لونه هيدا ازا بيكبس بيعطيني السلايدر مثل انا عم بشوفه هون هذا يعني انه انا مثلا هادا اللون فيني غير لونه لا جهة الاخضر وفي لا لونه جهة اي واشي بدي اياه مثلا ازرق سايان اي شي فيني اتحكم بأي لون دابل كليك برعمل ريسات فيني مثلا غير لون الشجر الموجود هون لا الاخضر لون اسيل الاخضر Driver أي هالاخضر هي هيو راس لمواصل الا القيام هو الموجود refreshed لون فيهاerono bry試ね اكتر 보ج分 الحsi اكتر ما هو مثلا خليني مسانا الاخضر لا لون الرجاني ازرق للازرق لانه موجود بالصمر الهلا لانه فيريو bryewitness هوني هاشوف اذا سعلي شفتوا كيف شي ما ما حيفيد الا انه اذا كانت ارتستيك لها الدرجة بتتعمل صورة فيديو بتنعمل بس ما بعرف الخيار اللي قال لكم اذا حبيتوا تعمل وايك شي فهذا هو اللومة فينا علي فينا وطي فانا عملها قبل ببعند البروشيكت بس شي ارتستيك يعني بها النوع عشان اخترت لكم الازرى لحتى تعرفوا كيف بيطلع الشكل انيوي هلا في عندنا اللومة اللومة مثل اللي تكون هي اللومة اللي موجودين كل شي برايتنس ساتشوريشي مثلا اللومة اللي بال اللي بال عفوا اللي بالجهة هون يشاهد شادوز ميت تونز هايلايت اللومة اللي برايتنس الموجودة بالشادوز ستشوفوا انه ما في كتير غير انه مثلا اذا تطلع لهون بلاقي فيه ساتشوريشن زيدي اكيد الشيء التاني نحن عم نشغل بساتشوريشن اللومة يلي هو اللومنسيتي و اما بالهايلايت يلي هو هون فينا عالة لانه زادت لون الازرع دابل كليك بعمل هيك وهون ساتشوريشن فرز ساتشوريشن هون كمان بتفيدكن لانه فيني مسلا بالشادوز بوطي ساتشوريشن مسلا بصير شوي اللون رياليستيك فتذكروا الخطوات منيح لانه هنحكي فيهم بالكالور وغريدين كمان بس هل عم بلكون نحن وطينا شوي الشادوز الساتشوريشن بقلب الشادوز تلاحظتوا شو صار برا هون اذا بعلي و اذا بعلي اكتر بصير الساتشوريشن اكتر اذا بتلاحظوا هون كمان لانه هون فيه شادوز بالنهاية وفيكم ما ضروري نشغل بالشادوز فينا نشغل من نهجها الهايلايت فينا نعلي نوطي يلي هو فلا هون بكون احنا حكينا عن كل شي باللوماتري نقدر نستعمله بالكالور كوركشن الاسورة طوالت عليكم بالحلقة بس لانه كنا عم بشرح لكم واحدة واحدة وهيدي حل عن فكرة الحلقة مهمة تفهموها ومهم انه تقدروا تفهموا الفرق بينتهم وبالنسبة لل للر جي بي كيرف وقلوا له اسمه هدا بالنسبة للكيرف من اهميته راح احكيه بالحلقة الجاي لانه بديدخل معنا بالكالور كوركشن بعد ما خلصنا كالور كوركشن يمكن فيه شوية تعديلات او فينا نشغلها بهالطريقة خلينا بس نحنا انه اشرح هلكون زيادة عن الموضوع بحلقة الجاي وصوري طوالت عليكم بس لانه الكالور كوركشن عالم مش انه حلقه وبتمرق الكالور بالحاد ذاته هو كورس لحاله لا ساند لحاله فما بدي اطور الحكي وانطروني بحلقة الجاي لا تنسوا الاشتراك على الاشتراك وعمال شارع وفيد غيرك وفي الحلقة الجاي باي اشتركوا في القناة